هل أنتم في مقتبل العمر واليفاعة والشباب وتعانون كأنكم شيخ في عمر التسعين؟ هل تعانون بالرغم من شبابكم من آلام مزمنة مبرحة في العظام؟ هل أخبركم الطبيب أنكم مصابون بها شاشية العظام قبل أوانها؟ أو أخبركم بأنكم مصابون بمرض إي تاي إي تاي؟ هل تعرفون ما هو هذا المرض؟ وهل تعلم أن كل هذا يمكن أن يحدث معك عند إدمانكم على تناول الشاورمة وكثير من الوجبات السريعة الأخرى؟ وخصوصا تلك التي تؤكل في المطاعم الشعبية ألا تريدون معرفة سبب ذلك للتخلص منه؟ معكم دكتور جميل قدسي وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الشيقة أشارت ثلاث دراسات أجريت في كل من بنجلاديش والأردن ومصر بتراكم المعادن الثقيلة والنادرة في الشاورمة التي تباع بالأسواق بتراكيز مخيفة تتجاوز الحدود العليا المسموح دخولها للجسم من هذه المعادن الثقيلة والنادرة وفي الدراسة التي أجريت في مصر والأردن كان هناك إجماع على ارتفاع تركيز الكاديميوم بدرجات عالية تفوق الحدود العليا بأضعاف مضاعفة وبخطر الإصابة بالسرطان وصل إلى أكثر من ثماني أضعاف المعدل الطبيعي عند دخول عنصر الكاديميوم مع الطعام وخصوصا عند المدمنين مع تناول الشاورمة فإن واحدا من الأجهزة التي تتأثر بدخول الكاديميوم هو الهيكل العظمي فقد وجد أن الكاديميوم يساهم في نقص ترسب المعادن في داخل العظم كما أنه يؤثر على الخلايا العظمية بشكل سلبي خصوصا للخلايا البانية للعظام ويزيد الطين بالله قدرة الكاديميوم على تثبيت الإنزيم الذي يساهم في إنتاج الكولاجين والحقيقة أن تأثير الكاديميوم على العظم بهذا الشكل يعتبر مدمرا فمن يدرس العظام وكيف تبنى وكيف تقوم ببناء قوتها ومتانتها يكتشف بأن الكاديميوم يقوم بتدوير كل هذه القوى مجتمعة الواحدة تلو الأخرى فقوة العظم تعتمد على عاملين متداخلين مع بعضهما بعضا هما الكولاجين والمعادن الموجودة في العظم فهي التي تؤثر على قوة العظم ومتانته وكل واحد منهما يؤثر على الآخر فالكولاجين هو بروتين ليفي وهو يعتبر من النسيج الضامي للعظم والكولاجين يعطي القوة والمتانة للعظم من خلال قدرته على التشابك وبناء حواجز متعمدة على بعضها بعضا تبني هيكل العظام ليترسب عليها المعادن فقد وجد أن تغيرا بسيطا في خصائص الكولاجين يستطيع أن يغير كمية المعادن المترسبة في العظم وهذا بدوره يؤثر على العظام نفسها كما أن درجة تشابك الكولاجين تعتبر عاملا هاما في بناء هيكل العظام وجودتها حتى معدل توليد الكولاجين يؤثر على قوة العظام وعلى درجة تشابك الكولاجين الذي يؤثر بدوره على درجة ترسب المعادن في العظام وكون الكاديميوم يستطيع أن يؤثر على صناعة الكولاجين بشكل كامل وكذلك على ترسب المعادن في العظام فإنه في الحقيقة يدمر أهم عاملين يساهمان في صنع قوة العظام ومتانتها بشكل رهيب وسريع ويزيد الطين بالله أن الكاديميوم يؤثر على استقلاب الكالسيوم وحتى فيتامين دي إضافة إلى تأثيره على الكولاجين لا عجب أن نجد أن العديد من الدراسات تؤكد دور الكاديميوم في تدمير الهيكل العظمي للإنسان ويسبب ذلك مرض إي تاي إي تاي حيث يزيل المعادن من العظام ويقلل من تمعدن العظام ويصبط الإنزيم الذي يصنع الكولاجين مما يتسبب بحدوث هشاشية العظام تتطور بشكل سريع جدا وحتى عند الشباب ومع تقدم هذا المرض يصاب الإنسان بهشاشية العظام ولين العظام وألم شديد جدا يؤثر على الحركة وينقص جودة الحياة بشكل كبير والمصابون بهذا المرض معرضون للإصابة بكسور العظام بشكل سهل جدا إذ تفقد العظام قوتها ومتانتها والجدير بالذكر أن هذا الكاديميوم لا يخرج من الجسم بسهولة وأن نصف الحياة له في الأنسجة وفي العظام يبلغ حوالي ثلاثين سنة ولذلك فهو إضافة لتأثيره المباشر على العظام والكلية فهو يحمل تأثيرات غير مباشرة منها نقص سماكة قشر العظم وفقدان الحواجز العظمية ونقص عدد الخلايا العظمية ووجود السكاك المتعددة المخاطية الحامضية في منطقة الغضروف والذي يغطي نهاية العظم وعادة ما يترافق ذلك بألم في الفخد وفي أسفل الظهر وبعدها ينتشر الألم إلى أماكن أخرى في الجسم مع بدء حدوث تشوه في العظام والذي يمكن أن تتسبب بهشاشية العظام وكسرها ولذلك إذا كنت ممن يكثرون من تناول الشاورمة خصوصا من المطاعم الشعبية أو كنت شخصا لديك هشاشية العظام وأنت في عمر صغير أو طاردتك الآلام في الظهر والفخد والعظام فلا تنسى أن تعمل فحص الكاديموم والذي سنذكر كيف يعمل في الحلقة القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر